مع تزايد حالات الإصابة بوباء الكلرة، تتزايد التحذيرات من قبل المنظمات الدولة أيضاً، وفي المقابل يغيب الاهتمام من الجانب الرسمي. ارتفاع حاد في قائمة الحالات المصابة بالوباء في الموجة الرابعة لها، والتي ضربت عدداً من المحافظات اليمنية، وعلى رأسها صنعاء وتعز ريمة والمحويت وعدن. صنعاء هو بحسب مصادر طبية تستقبل ما يعادل مئة حالة إصابة يومياً، في ظل عجز كبير تعانيه مستشفياتها من أجل استقبال حالات جديدة. ومنذ بداية العام الجاري، تجاوز عدد الإصابات في صنعاء الثلاثة آلاف حالة، منها ما يزيد عن ألف حالة مؤكدة لإصابة وعشرات الوفيات. تعز أيضاً، كان لها نصيب كبير من هذا الوباء، حيث تسبب جفاف آبار المياه وانتشار النفايات وسط المدينة إلى جانب الحصار المفروض من قبل الميليشيا على مصادر المياه المتوجدة تحت سيطرتها بانتشار الكوليرا. منظمة أطباء بلا حدود حذرت مؤخراً من هذا التزايد الكبير في عدد المصابين، مشددة على أهمية زيادة المساعدات الإنسانية، خصوصاً فيما يتعلق بأنشط المياه والصرف الصحي. الأمم المتحدة أيضاً كانت قد أعلنت في وقت سابق أنه تم رصد 190 حالة وفاة، وقرابة 100 ألف حالة إصابة بالوباء منذ مطلع هذا العام. الوضع كارثي، ولكنه قد يصبح أكثر سوءاً مع اقتراب موسمه طول الأمطار، التي تختلط مع النفايات المنتشرة في شوارع المدن. الأمر الذي يجعلها حاضناً للوباء، وهو ما يستدعي جهداً كبيراً لمواجهة الكوليرا والقضاء عليه قبل حصد المزيد من الأرواح.